موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم ماكروسوفت اوفيس اكسل فحلقة النهاردة هنستعرض مع بعض برنامج لإدارة شؤون العاملين من خلال البرنامج دوت هنقدر ندير ونستعلم عن بيانات الموظفين هنقدر نعرف الترقيات اللي حصل عليها الموظف والعلوات التشجيعية والدورات والكورسات اللي حصل عليها ورصيد الأجازات بتاعته هو اخذ أجازات قد ايه بالزبط ومتبقي عليه أجازات قد ايه هنقدر نعرف كل صغيرة وكبيرة عن الموظفين من خلال البرنامج دوت طيب خلينا كده نستعرض البرنامج مع بعض ونشوفه واحدة واحدة ده الملف موجود هو تشيون العاملين مجرد ان انا افتح الملف كده الأول مرة هيطلب مني اسم المستخدم وكلمة مرور هنبدأ ندخل اسم المستخدم هنقول هنا اسم المستخدم admin وكلمة السير واحد اثنين تلاتة وبعد كده هندوس دخول بمجرد ان انا ادوس الدخول بيدخلني على الشاشة الرئاسية بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اول حاجة عندي هنا بيانات الموظفين مجرد ان انا ادوس على الزر دوت هيفتح معايا شاشة تانية فيه جميع البيانات بتاعت الموظفين وصورة للموظف طيب خلينا كده نسجل واحد جديد كده ونشوف هنتعامل ازاي مع الشاشة ديت اول حاجة عندنا هنا رقم موظف ده رقم تلقائي بسلسل نفسه بنفسه بصورة تلقائية عندي هنا اسم الموظف هندخل مثلا موظف هنقول طارق طارق فاروق مثلا الرقم القاومي هنبتدي نسجل اي رقم وهنا تاريخ التعيينه هنقول مثلا واحد واحد الفين واربعة ورقم الهاتف هنبتدي نسجل رقم التليفون ونبتدي نحط تاريخ ميلاده بعد كده المؤهل الدراسي عبارة عن قيمة بنفتح القيمة ديت نختار منها المؤهل الدراسي اللي هو حاصل عليه هنقول هنا مثلا باكالوريوس تجارة بعد كده القسم اللي هو شغال فيه بنبتدي نحدد القسم بتطلع علينا برضو قيمة بنختار منها القسم اللي هو فيه هنقول مثلا هنا شؤون عاملين هنا الوظيفة الحالية بنبتدي نحدده الوظيفة اللي هو شغال فيها بعد كده الدرجة الوظيفية درجته هنقول مثلا هنا أولى وتاريخ الحصول على الدرجة بنبتدي نحدد التاريخ وهنا المجموعة النوعية هل هو تخصصي ولا مكتبي ولا فني بنبتدي برضو نحدد بعد كده العلوات التشجيعية اللي هو حصل عليها حصل عليها مثلا هنقول في 2020 و 2021 طب الحالة الوظيفية هنقول مثلا ان هو منتدب طب الجهة اللي هو انتدب منها هنقول مثلا هنا ايه جامعة بنها والجهة المنتدب اليها هنقول مثلا ايه جامعة المنصورة وهنا تاريخ الانتداب بنبتدي نحدد التاريخ هنقول مثلا واحد واحد عشرين تلاتة وعشرين وهنا رقم التأمين الصحي بنبتدي نكتب الرقم وجهة العمل بنحدده وهنا الاحالة للمعاش لو كان خرج معاش او وفاء او استئالة وهنا رصيد الاجازات بنبتدي نسجل الرصيد التوتل للاجازات بتاعته هنقول مثلا عنده تلاتين يوم في السنة كلها وابتدي احمل الصورة بتاعته بنشوف احنا شايلين الصورة فين وابتدي حدد الصورة بتاعته هنختار مثلا الصورة دي يبقى احنا كده سجلنا البيانات كلها كاملة بعد كده بنعمل حفظ بيانات البيانات بكلها بتتحفز وبتطلع الرسالة تم حفظ البيانات بنجاح طيب لو حبيت استعلم عنه ولاحظوا هنا ان فيه رقم هنا تغير عشان لو ابتدي اسجل واحد جديد طيب لو حبيت استعلم عن الاسم اللي انا سجلته دلوقتي اللي هو طريق فاروق كان رقمه ستة عندي هنا طريقتين للبحث يعمى بحث بالاسم يعمى بحث برقم الموظف طيب لو حبينا نبحث بالاسم هنيجي هنا هنكتب طارق فاروق مجرد ان انا اكتب اول حرف هيتطلع لي اسمه هنا اضغط عليه كده بالشكل دوت وندوس هنا بحث هيتطلع لي بياناته كلها كاملة زي ما انتم شايفين كده طيب لو حبيت استعلم مثلا برقم الموظف هنيجي هنا مثلا هنقول مثلا رقم خمسة انا عايز استعلم عن الموظف رقم خمسة هنعمل بحث هجيب لنا بيانات الموظف رقم خمسة اسمه وبياناته كلها وصورته هتظهر معنا طيب ده بالنسبة لاول حاجة حفظ بيانات طيب لو حبيت انا اعدل على البيانات دي جيت مثلا غلط في اي بيان من هنا وعايز اعدله هنقول مثلا هنا بدل ما هو مثلا تخصصي لا انا عايز اعدله اخليه مثلا مكتبي وهدوس هنا على تعديل بيان وهيطلع لنا رسالة تأكيد هل تريد بالفعل تعديل البيانات لو قلت نو مش هيعدل ولو قلت يس هيعدل لنا البيانات طيب لو بحثت عنه مرة تانية وعملت بحث كده هيطلع لي بياناته كلها كاملة هيت وهتلاقي التعديل اللي احنا كنا عدلنا اتعدل معانا هو مكتبي طيب هنجي بعد كده على بيان جديد لو انا عايز ادخل اي بيان او استعلم عن اي بيان جديد هندوس هنا على زر بيان جديد عشان يمسح لنا البيانات دي كلها بالشكل دوت اقدر بعد كده يهم اضيف واحد جديد يهم استعلم عن واحد قديم طيب هنجي بعد كده على حسف بيان لو انا مثلا حبيت احسف اي بيان لو جيت مثلا استعلمت عن واحد الموظف رقم واحد مثلا وعملت عليه بحث جاب لي بيانات وهي كلها كاملة لو حبيت احذفه هندوس هنا على زر حذف هيطلع لي رسالة تأكيد برضو هل تريد بالفعل حذف البيانات لو قلت نو خلاص مش يحذفه ولو قلت يس هيحذف لي البيان كله من الشاشة الرئاسية ومن الشيط بتاعنا طيب وزر اغلاق هنا عشان نقفل الشاشة دي طيب هنخش بعد كده على الدورات الحاصل عليها اي موظف بياخد فرقة او دورة هنبتدي نسجلها على الشاشة دي برضو هنستعلم كده عنه الاول هنقول مثلا هنا طارق مثلا اللي احنا لسه مسجلينه هنعمل بحث هيطلع لينا بيانات وهي وهنبتدي نسجل الفرقة اللي هو حصل عليها هنقول مثلا هنا ايه حصل على فرقة حصل على فرقة كمبيوتر متقدم في مجال تحليل البيانات مثلا بنكتب اسم الفرقة وكن نكتب حاجة مختصرة وبعد كده بندوس تاريخ بداية الدورة كانت امتى هنقول مثلا من واحد واحد عشرين تلاتة وعشرين ونهاية الفرقة مثلا كانت يوم خمسة عشر واحد عشرين تلاتة وعشرين ونتيجة الدورة هو ناجح فيها والتأدير امتياز بعد كده بابتدى سجل الفرقة ديت بندوس هنا تسجيل هيطلع لنا رسالة تم تسجيل الفرقة بنجاح كده خلاص هو ايه تسجل معنا طيب هنا برضو زر بيان جديد لو حبيت فيه اي بيانات مكتوبة هنا عايز امسحها عشان ادخل بيان جديد او استعلم عن واحد جديد هنا بحث واستعلام لو عايزين بقى نبحث عن موظف عشان نعرف جميع الفرقة اللي خدها قبل كده السابقة عبارة ايه ولو حبينا نطبعها هنخش عليها بس لما نكمل ايه بيات شرح البرنامج هنجي هنا على زر اغلاق وهنجي بعد كده على تسجيل الاجازات هنخش هنا هيطلع لنا شاشة تسجيل اجازات الموظفين طيب لو جينا مثلا ايه بحثنا عن موظف قلنا الموظف مثلا رقم خمسة وعملنا عليه بحث بياناته اسم الموظف ورصيد الاجازات بتاعته هنقول مثلا الموظف ده قدم على اجازة يوم واحد وواحد عشرين ثلاثة وعشرين وهيرجع يوم خمسة واحد عشرين ثلاثة وعشرين هنحدد هنا مدد الاجازة هنقول مثلا ايه اربع ايام ونوع الاجازة عبارة عن قيمة بتختار منها نوع الاجازة اذا كان اعتيادي او رعاية طفل او رعاية اسرة او زروف خاصة او مرافقة زوج هنقول مثلا اعتيادي وبعد كده هندوس هنا تسجيل الاجازة بتسجيل معنا طيب لو حبيت ابحث عنه مرة تانية هنقول مثلا الموظف رقم خمسة وعملنا عليه بحث هنلاقي هنا بياناته ظهرت وهنلاقي هنا الرصيد المستخدم اربعة والرصيد المتبقي للاجازات ستة وعشرين يوم وهو كان عنده ثلاثين يوم اخذ منهم اربعة ابل كده ابقى عنده ستة وعشرين يوم وبرضه فيه بيان تفصيلي بالاجازات كلها او كان اخذ اكتر من اجازة وعازين نعرف الاجازات دي برعا بايه هده كله موجود في شاشة التعارير هي برضه والدورات والكورسات اللي حصل عليها لما نخش في التعارير هنشوف الكلام ده بشكل تفصيلي برضه هنا فيه زر بيان جديد لو حبيت امسحه كده عشان استعلم عن مثلا اي موظف تاني ممكن نبحث برضه بالاسم لو كتبت هنا مثلا شريف وعملت بحث بالاسم هيطلع لنا بياناته او قلت مثلا هنا زياد تامر وعملت بحث هيطلع لنا البيانات كلها كاملة ده بالنسبة لتسجيل الاجازات يبقى اي موظف هياخد اجازة بنسجلها في الشاشة دي بعد كده بنخش هنا على شاشة التعارير ومجرد ان انا دوس عليها بتفتح معي اربع بيانات زي ما انتو شايفين كده اول حاجة معانا هنا حالة موظف لو انا مثلا عايز اطبع بيانات موظف معين عندي بندوس على حالة الموظف هنا وابتدي استعلم عنه هنقول مثلا هنا طارق فاروق وهندوس بحث بالاسم هيطلع لنا بياناته كلها هنلاقي هنا زر طباعة لو انا عايز اطبعه هندوس هنا طباعة هيطلع لنا بيانات موظف بشكل كده مختصر زي ما انتو شايفين كده بالشكل دوت وبتظهر صورته في البيان بنقدر نطبعها طيب لو انا مثلا عايز اطبع جميع الموظفين اللي شغالين عندنا يبقى كشف مجمع بالموظفين كلهم هنيجي هنا كشف الموظفين هنضغط عليه هتطلع لنا رسالة هل تريد بالفعل طباعة البيانات هنقول له يس هيراجي طبيعي البيانات كلها زي ما انتو شايفين كده طيب ده بالنسبة لحالة الموظف و كشف الموظفين طيب لو حبيت استعلم عن اي حاجة معينة هنعمل يهندوس هنا بحث واستعلام هيطلع خلنا على شاشة البحث والاستعلام بالشكل ده انا هنا ممكن ابحث برقم الموظف او باسم الموظف او بالقسم او بجهة العمل طيب لو انا مثلا حبيت ابحث بالقسم هنيجي نفتح كده القائمة ديت هنقول مثلا هيئة تدريس وهندوس هنا بحث هيطلع لنا البيانات الخاصة بهيئة التدريس فقط لو حبيت ابحث باي حاجة تانية هي الحاجة دي بس هي اللي هتظهر معنا طيب لو حبيت ابحث مثلا على البيانات كلها ما بكتبش اي حاجة وندوس بحث هيظهر لي البيانات كلها حبيت ابحث مثلا عن موظف معين بكتب اسمه هنا وندوس بحث هيطلع لي شريف بس وهنا زر المسح عشان يمسح للبيانات عشان ادخل بيان جديد طيب لو حبيت ابحث برقم موظف هنقول مثلا خمسة وعملت بحث هجيب لي الموظف رقم خمسة ببياناته كلها طيب لو حبيت اطبع الكلام دوت هندوس هنا طباعة هيطلع لي البيان بالشكل دوت طيب هنا ندوس مسح عشان نمسح البيانات حبيت ابحث مثلا بجهة العمل بنكتب جهة العمل وندوس بحث ايجيب لي جميع البيانات الخاصة بجهة العمل دي بس طيب بعد كده فيه هنا عندي رصيد الاجازات والفرق والدورات طيب نخش على الفرق والدورات خد فرقتين فرقة الاول لو ضغطت هنا على الزر دوت هيدخلني على شاشة تانية بحث مثلا باسم الموظف هنقول مثلا هنا شريف بعد كده هندوس هنا بحث طبعا ما اطلاقش حاجة عشان شريف مخدش دورات معنا طيب لو قلت مثلا هنا رقم الموظف ثلاثة وقلت بحث جاب لي اسم الموظف وهو رقم الموظف واسم الموظف والفرق والدورات اللي حصل عليها خد فرقتين فرقة استحاقات كان بداية الدورة من اثنين واحد لثمانية وعشرين اثنين ونجح فيها وكان تعديره جيد جدا وخد فرقة تانية تخطيط وكان بدايتها من واحد خمسة تلاتة وعشرين وانتهت في خمستاشر خمسة تلاتة وعشرين ونجح فيها وكان جايب فيها جيد طب لو حبيت اطبع البيان دوت بندوس طبعه هيتطبع لي البيان زي ما انتم شايفين بالشكل دوت طيب لو حبيت استعلم عن واحد تاني بنعمل مسح هنا عشان يمسح لي البيانات هنقول مثلا هنا واحد او نبحث مثلا بالاسم هنكتب زياد تامر وندوس بحث هيتطلع لنا البيانات هنقول او ده زياد تامر ده خد فرقة واحدة عندي كمبيوتر متقدم خدها في الفترة من واحد واحد تلاتة وعشرين حتى خمستاشر واحد تلاتة وعشرين ونجح فيها وتأديره كان امتياز هيتطبعها برضو هنتطبعها بالشكل دوت ده بالنسبة للفرق والدورات اللي حصل عليها اي موظف يبقى من خلال الشاشة دي اي موظف عايزين يشوفه هو ايه الفرق اللي هو حصل عليها مجرد ان انا ابحث عن البيانات هنا هيتطلع لي جميع البيانات بتاعته بالفرق اللي هو خدها طيب نخش بقى لرصيد الاجازات نخش هنا انا اعمل الازراط ديت في جميع الشيطات بحيث ان انت لو موجود في اي شيط وعايز تروح لأي حاجة معينة هتلاقيها قدامك هنا نخش على رصيد الاجازات ده انا مثلا عايز ابحث عن زياد تامر هنكتب هنا زياد تامر عايز ابحث بالاسم وندوز بحث هنلاقي ان زياد تامر خد اجازة واحدة في الفترة من 3-3 23 حتى 6-23 كان مدتها 3 ايام وهنا رصيد الاجازات هو عنده في السنة 30 يوم خد منهم 3 ايام اتبقى له 27 يوم لو حبيت ابحث عن انحد ثاني هنقوم مثلا هنا حسن محمد وندوز بحث هتلع لنا البيانات كلها كاملة ده اخد اجازتين اول اجازة كانت بتاريخ واحد ثلاثة وانتهت 4-3 كانت 4 ايام وكان نوعها اعتيادي وخد اجازة برضو في الفترة من 1-5 لأربعة خمسة وكانت اعتيادي برضو وهنا الاجمالي الاجازات بتاعته عنده 30 يوم في السنة واخد 8 ايام وتبقى لرصيد اجازات 22 يوم لو نطبع الكلام ده هنطبعها بالشكل ده ممكن بعد كده نبعدها او نحتفظ بها وزي ما قلتلك قبل كده هنا برضو ايه ندخل على شاشة البحث والاستعلام دي اللي انا شرحتها من شوية لو حبيت تبحث بالقسمة او باسم الموظف بيطلع لك جميع البيانات اللي انت عايز تبحث عنها ندخل على الشاشة الرئاسية عندي هنا حالة الموظف وكشف الموظفين والبحث والاستعلام والرصيدات هنا فتح الملف لو انا الملف في الاكسيل اللي عندي مقفول اضغط عليه هنا اغلاق ملف يبقى الملف ملف وملف الاكسيل اللي نفسه مقفول معنا ندخل هنا فتح ملف ويتفتح معنا ندخل اغلاق ملف يبقى الملف ندخل على الشاشات ندخل هنا فتح ملف ونقفل الشاشة الرئاسية ونرى الشاشات اول شيت اللي بتتراحل البيانات الموظفين كلها كاملة يعني انت مثلا لو عندك اي ملف اكسل قديم وعايز تشتغل على البرنامج دوت هتيجي تاخذ البيانات القديمة في الملف الاكسل وتيجي هنا على الشيط الاولاني اللي هو خاص بالموظفين بتبتدي تعمل كوبي بيست وتحط البيانات بتاعتك كلها في الشيط دوت بنفس ترتيب الاسماء والبيانات اللي موجودة فوق دين طيب تاني شيط معنا اللي هو ال data دي البيانات دي عبارة عن القوائم اللي بتظهر معنا في الشاشة الرئيسية مش احنا لو فتحنا الشاشة الرئيسية مش فيه قوائم هنا طيب القوائم دي بتاخد بياناتها منين بتاخد بياناتها من الشيط دوت طبعا لو عايزين بقى نزود يعني عندي هنا مثلا ايه الاقسام لو فيه اي اقسام تاني عايز ازوده هنا مجرد ان انا زود هنا هتظهر معايا في الشاشة الرئيسية واي بيان هنا انا عايز ازود فيه هيظهر معايا في في القوائم في الشاشة الرئيسية وفي نفس الوقت فيها هنا اسم المستخدم وكلمة السر نغير الاسم من هنا وكلمة السر من هنا وممكن بعد كده نعمل هايد للعامدين ونخفيهم خالص عشان ما يبقوش ظاهرين هنخش بعد كده على الشيط الأجازات بعد الداتا داوية هنا اي بيان او اي شيط نسجل فيه اجازة تظهر معنا هنا في الشاشة نسجل واحد سنقوم بتسجيل اجازات سنقوم بطارق فروق سنقوم بطارق فروق سنقوم بطارق اجازة يوم واحد واحد عشرين تلاتة وعشرين وهتنتهي يوم خمسة واحد عشرين تلاتة وعشرين ومدة الأجازة مثلا خمسة ايام ونقوم بطارق فروق نقوم 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 بطارق فروق بحث ويصبح الرصيد المستخدم خمسة المتبكة ايام 25 نقوم بطارق سنقوم بطارق فروق 1-2-20-23 ومدة الأجازة 2-20-23 ثم ، نقوم بطارق فروق نقوم بطارق سنقوم بطارق فروق إجمال الرصيد المستخدمة والرصيد المتبقية إذا أردت تفاصيل هذا الكلام سنقوم بالرصيد الأجازات ونقوم بالمسح ونستعلم عن طارق فاروق يمكن أن نستعلم بالاسم الموظف أو برقم الموظف سوف نقوم بالرصيد الأجازات ونقوم بالرصيد الأجازات ونقوم بالرصيد الأجازات والرصيد المتبقي د وفي طباع تابعها تجربح البجرين على الحاضر ونقوم بالسجرين فقط الأجازات الريق البجرين 하면서 نقوم بالتصيل الموظف مجرد ان افتح الملف و ندوس على حالة الموظف و نستعلم عن اي موظف مثلا زياد تامر و عملت بحس و عملت طباعة هنا هنجد زياد هو اللي ظهر هنا هوت نفتح الملف هنجد بيانات زياد هي اللي ظهرت معنا الشيط اللي بعد كده السيرش اللي احنا شرحناها برضو من شوية و بعد كده هنا الكورسيات والدورات او الفرق اللي الموظف بياخدها بتسجل فيه الشاشة ديت و بعد كده لو عايزين نستعلم عن بيان معين بنخش على الشاشة دي اللي هي شاشة بحس عن الفرق والدورات اللي حصل عليها الموظف مجرد ان انا ادوس على رقم الموظف او اسم الموظف و نعمل بحس سيطلع لنا بياناته بالشكل دوت نقدر طبعا نطبعها زي ما انتو شايفين كده ده كده كان البرنامج ادارة شوون العاملين بس شامل يعني معظم الحاجات اللي انت ممكن تستخدموها ياريت تكتبولي رأيكو في البرنامج دوت و ايه اللي انا ممكن اضيفه على البرنامج عشان يبقى احترافي اكتر هتمنى تكون الفيديو عجبكو مستني تعليقاتكو على الفيديو دوت ياريت بقى ما تبخلوش علي بلايك للفيديو واللي بيشوكني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة انتظروني في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته